تابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا للمعلومات عمر طلعت الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها مركز الابتكار التطبيقي والتي تهدف إلى تبني التكنولوجيات الرقمية الحديثة بالمجالة المختلفة وكانت الوزارة قد أنشأت مركز الابتكار التطبيقي بأبريل الماضي ويهدف إلى تنمية تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن على سبيل المثال للحصر الدكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي واجهها المجتمع المصرية كما يهدف المركز إلى تنمية رأس المال البشري عن طريق مشاركة الشباب بمشروعات بحثية تطبيقية مع تهيئة المناخ الملائم للنمو الشركات الناشئة ويضم المركز نحو 55 خبير متخصص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات